اهلا وسهلا بكم والنهاردة هنتكلم عن موضوع جميل جدا وهو ازاي نحصل على بوليسيز نجيب بوليسيز بينين نجيب بروسيدورز بينين علشان الاعتماد علشان سباهي علشان جيسي اي علشان 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 طبعا فيه طرق كتير جدا انت ممكن تكلم صحابك ومشاء الله ناس هنا يعني كرمة جدا في الموضوع دوت مع زباهلهم فيه جروبس كتيرة جدا على واتساب وتيليجرام بيشير نولوج والحاجات دي بمطالة البساطة وفيه طريقة ابسطة انت بتدخل على جوجل وتكتب عنوان البالس اللي انت عايزها بتلاقيها احيانا وورد وبتلاقيها بي دي اف واحيانا بتلاقيها مكتوبة اتش تي ام ايل ممكن تاخدها كوبي بايست وتصلح فيها وتفصلها على المكان اللي عندك طيب فيه حاجة بروفيشنال جدا معمولة في المملكة العربية السعودية اسمها سياسات واجراءات معايير الاعتماد الوطنية للمراكز الصحية تابعة لوزارة الصحة السعودية واشترك فيه فريق هايل جدا 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 في احد دوراتي في احد الاماكن هنا في المملكة مع الشكر الجزيل للزملاء والزاميلات اللي يحفظهم الدليل دوت تم اهداء ليه هارد كوبي وهو كتاب غليظ وثقيل لان الورق بتاعه مسقول وجميل لكن تقدروا تبحثوا بالعنوان دوت على الانترنت على جوجل وحيطلع لكم لينكس ممكن تقدروا تحملوها منها طبعا المشاركون في الاعداد يعني ناس محترمة كتير ما شاء الله على جهدهم الهيل وتنزل هنا يقول لك الاجراءات التي تمت لاعداد السياسات والاجراءات الاعداد تمام وده اللي انت هتعمله برضو في المستشفى او في الامبيولاتوري او في البرامير كير وهيقول لك طبعا ده في مستشفى يا دكتور هل حستفيد من الموضوع دوت صبرك بالله كمل معنا بس واحترف ازاي تستفيد بينها دي الاعداد والمراجعة الاعتباد من صاحب الصلاحية طبعا عندك في المستشفى غير ساعدات تبعلي وزير الصحة والتطبيق طبعا او بتاع السياسات عندك في المكان ده الاجراء اللي هم اعملوه خلونا نبص على فهرس الموضوعات تقريبا بتغطي حاجات كتير مشتركة بين المستشفيات وبين مجامعات الطبية وبين مراكز رعاية الاورية لو نزلنا مثلا على اول بصوا الجمال التنبل طبعا الشهير بتاع وزارة الصحة السعودية لو كبرنا كده شوية وهنا زي ما انتم شايفين ادي التنبلت بتاعها بتاع الوزارة وبعد كده عاملينها بالعربي وبالانجليزي زي ما انتم شايفين هنا department tqm for total quality management اللي هو قسم الجودة مثلا وانت حر تحط الرمز اللي انت عايزه policy number بتحط ال tqm وبعد كده الوزارة لها اسلوب هنا انها بتحط في الكود بتاع ال policy او رقم السياسة app او mpp او dpp app stands for administrative policy and procedure اللي هي السياسات الادارية لكل المستشفى وبعد كده ال mpp المالتي ديسبلناري اللي بين الخدمات المختلفة يعني مثلا عندي سياسة بين النيرسينج والطبيب والصيدالي مثلا اللي هو administration of drugs مثلا او كده يعني حاجة خاصة بالدواء مثلا فيبقى فيها الطبيب الاطبه وفيها النيرسيز وفيها الصيادلة ومساعدين الصيادلة الكلام ده كله حيبقى اسموه mpp او multi disciplinary وفيه dpp اللي هي departmental اللي هي خاصة بخدمة معينة او بقسم معين خاصة بالستاف بتاع القسم ده زي مثلا dialysis او الغسيل الكولوي ربناها في الجميع اوكي وبعد كده بتحط رقم وممكن تحط حاجة الفانيوميركل او whatever الكود اللي انت عايز تحدده طبعا الطريقة بتاعت الكتابة بنحددها في حاجة اسمها policy on policies او policy for development policies او اللي بيسموها كده عرفا mother policy اللي هي policy الام اللي بتعلمنا ازاي نعمل control اللي هو الشكل اللي انتو شايفينه ده اسمه control الفونط اللي هستخدمه طريقة التكويد بنكتبه عربي ولا انجليزي ولا انجليزي بس ولا عربي بس وهكذا طبعا اللغة المهتمدة في سباهي ومعظم creating bodies في العالم اللي هو اللغة الانجليزية لكن وزارة الصح هنا مشكورة عملت بالعربي وبالانجليزي تسهيلا على الناس وده احسن بكتير اوكي هنا اللوجو هنا title او الاسم بتاع policy هنا replaces number هل policy دي بت replace policy قديمة ولا هي جديدة هنا مستحدثة اهيا وapply to تطبق على جميع العاملين بالمركز لانها app ففي الغالب بتبقى على جميع العاملين غير ما تبقى dpp او mpp اوكي رقم الصفحات ده مهم والissue date رقم اللي هو تاريخ الاصدار تاريخ التفعيل ممكن انت تدي مسافة بين تاريخ الاصدار وتاريخ التفعيل على مرمى تضرب الناس دي حاجة ترجعلك لكن الاهم issue date وreview date review date نصيحة نحن نخليها ثلاث سنين زي ما انتم مشايفين كده نخليها ثلاث سنين طبقا لسباهي طبقا لجي سي آي طبقا للايزو الايزو هو البدع موضوع الثلاث سنوات في العالم طبعا تقدر تعملها revision قبلها على حسب لو في تغيير مهم لازم تعمله فبتعملها revision قبلها لكن على اية حال خليها ثلاث سنين سبيل المثال ده موضوع مختلف وهكذا لكن الـ policies عموما نخليها كل ثلاث سنوات المراجعة بتاعتها تحط الوجو بتاعك بتاع المستشفى او المجمع او المركز الصحي وبعد كده purpose definitions التعريفات الـ policy نفسها اللي هو القانون اللي هو التعليمات يعني وبعد كده بتنزل على عفوا بتيجي هنا على عفوا هنا على الـ procedures اللي هي بقى الإجراءات اللي هو يعني ايه الفرق بين policy و procedure كلمة policy اللي هو التعليمات زي ما قلت الـ procedure هي الخطوات الإجراءات الخطوات اللي احنا عاملها واحد اثنين ثلاث اربعة تمام فهذه الإجراءات وبعد مسؤوليات مسؤولية مين او هنقسم المسؤوليات على حسب مثلا هنا العاملين ومنسق الجودة وهنا لو في forms او نمازج مرفقة ولو في مراجعة هنا بعد الاعتماد من العمل من من اللي اعد هذه السياسة من اللي رجعها من اللي اعتمدها احيان طبعا الهيرار كده بيبقى مختلف شوية مثلا من اللي اعدها وده اختيار على فكرة الاعداد لكن يفضل طبعا الهيراركي مثلا المدير الادار او المدير الطبي وممكن بعد كده تبقى مدير الجودة هنا مدير الجودة يا جماعة هو اللي يعتمد ثم بعد ذلك مدير المركز او المستشفى او المجمع الطبي فدي ممكن استخدمها والشي تعرف ان انت تفصل السياسات على المكان اللي انت موجود في تفصل ها تفصيل مش تاخد كده كوبي بيست ويا ما شفت للأسف المشاكل دي في بعض المستشفيات لدرجة اللوجو احيانا ياخدوه من المستشفى تانية جارتهم وينسوا اللوجو عليها واحيانا يكتب مثلا فيلسكوب بتاع او نطاق الخدمات بتاع قسم الاشياء انا عندي امراي 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 يقول امراي بس فت فهمت انه اخد السياسة بتاعت مستشفى زميلة وليست المستشفى اللي احنا فيها فالفكرة والفهم والجمال في انت تفصلها على السيستم بتاعك وتبدع فيها في كتاب سياسة ده فن عالي جدا على فكرة واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقكم وياخد بأيديكم واتمنى اكون افتقكم في هذا الفيديو لا تنسوا القناة بتاعتنا دمتم بألف خير وفي امان الله